اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخواتي انا خدمت بالخيط الحرير المبروم واختريت هذا اللون الاحمر اللي يوجوري اللي خدمت به الطرز وكذلك الغرزة الفرنسية وايضا خديت هذا اللون هذا لتقريبا نفس اللون ديال التوب اخواتي فهدوه مجهوز الالوان اللي خدمت بهم هذا الرشم فقط اخواتي فانتمنى اللي مازال مشتركات في قناتي تشتركوا ادفع الجرس بجدائما يوصلها الجديد ايضا تدعموني وتشجعوني بلايك او جيمل الفيديو الى عجبكم فبسم الله وعلى بركة الله اخواتي غدي نبدو في تطبيق الرشمه ولكن قبل كينين اخواتي غدي سولوني على الدور ديال هاد التوب هادا فانا فقط اضفتو اخواتي باش يشد ليه التوب وما يتبقاش ليه يعني الرشمه مرخيه ويعاوني في الخدمه ونشد بيه المرمى ديالي امزيان اذا اخواتي وكيف ما كتشوفو معايا غدي نبدو في تطبيق هذا الرشمه او هاد المربعة هادا فاول حاجة ان شاء الله غدي نربطو الخيط من رأس ديال الرشمه كيف ما كتشوفوه في المربع الصغير ومن بعد غدي ندخلو الابراء في المربع الكبير وحنا كنزيدو المربع فاكيف ما كتشوفو اخواتي بالنسبة لهذا الكانغفا هدي غدي نحاول نقرب لكم الصورة فبنسبة لهذا الكانغفا كتحتوي على مربعات صغيرة ومربعات كبيرة فبنسبة لهذا الطرد هذا اخواتي غدي نخدموه على المربعات الصغيرة وكذلك على المربعات الكبيرة فكل ما كنزلو على حسب الرشمة الخط ديال الرشمة يعني كل ما نزلنا كنزيدو مربع كيف ما قلت لكم مرة كنخدمو على المربعات الصغيرة كيف ما كتشوفو هكا ومرة كنخدمو أيضا على المربعات الكبيرة وحنا نزلين على حسب دائما الرشمة فبنسبة الأخوات اللي ما سعفهم مش الحظ في الفيديو السابق أنهم يشوفوه فأنتمنى أنكم بستفدوا منه فغضي نخلي لكم إن شاء الله الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف أو في أول تعليق إن شاء الله كيف تعلمو وتستفدو حيث أخواتي الفيديو المهم أو الحاجة المهمة في هذا الطرز هي أنكم تعلمو كيف عشترسمو على الكانكفا فبنسبة لهذا الطبيق هذا كيجي سهل يعني من بعد ما كان رشمو على الكانكفا وكنتبتوها على التوب فالطبيق كيكون سهل فقط كانتبعو على الرشمة فكيف ما كتشوفو أخواتي كان خدموا بنفس الطريقة يعني دابا فاش كنكملوا هذك الهبطاك فاش دابا كان خدموا وغير على نفس المربعات مرة صغيرة ومرة كبيرة وبالنسبة للخيط أخواتي نسيت ما ذكرتوش في أول فيديو أنا درتوه على خمسة ديال الشعرات فانتوما أخواتي لكم الاختيار انكم دروا غير على ربعة أو خمسة أيضا أو حتى على ستاة لحسب السمك اللي بغيتو فالطرز ديالكم فغد نستمر إن شاء الله أخواتي بنفس الطريقة فهنتوا مع معي إن شاء الله غد نكمل واقع الرشمة وإن شاء الله نعود معكم آخر مربع باش تزيدوا تعلموا وتستفدوا اشتركوا في القناة فكيفما كنتشوفوا معي أخواتي إن شاء الله غد نحاول نعود معكم هذا الرشمة أو هذا المربع الأخير باش تزيد ترصخ عندكم الفكرة على طريقة ترز على الكنغفا إن شاء الله فكيفما كنتشوفوا كان بدو من رأس ديال الرشمة في المربع الصغير ما كان بدو به أول غرزة فكنت بيعوها بالغرزة الثانية في المربع الموالي فكل ما كان طلعوا أخواتي كان زيدوا مربع مرة كان خدموا على المربع الصغير والمرة على المربع الكبير وإحنا طالعين يعني كجينا غرزة أحد غرزة حتى كانكملوا هذا المربع يعني كامل فأنتمنى أخواتي إنكم تكونوا استفتوا ويجيكم الفيديو سهل واتتابعوني للأخير وأيضا تكون صورة واضحة والشرح يكون بسيط وفي المتناول وفي المتناول وفي المتناول نكملوا أخواتي من تطبيق هذا الرشم هادي غادي انتقلوا لنوع آخر من الطرز ومن بعد ما تعرفنا على طريقة الطرز الرباطي على الكانكفا انتقلوا لنوع آخر من الطرز اللي هو أيضا سهل جدا فكيف ما كتشوفوه كان بدون من أول الرشمة في المربع الأول غادي نحاولوا ندخلوا منه الإبراع وغادي نربطوا أول حاجة الخيط دينا فبنسبة للخيط أخواتي درتوا على خمسات الشعرات يعني نفس الخيط اللي درتوا سابقا في الطرز الأول فكيف ما كتشوفوه بالنسبة له الطرز هذا فهو سهل كيفاش قلت لكم غادي فقط انترسوا على هاد المربعات هادو يعني غادي نحاولوا نترسوا مربعات كيف ما هم واضحين تماما في الرسم ففقط غادي نتبعوهم يعني من نقطة لنقطة كيف ما كتشوفو غادي نحاولوا نشكلوا مربعات ففي كل آخر مربع غيكون بداية المربع تاني يعني المربع موالي فطريقة سهلة أخواتي نتمنى أن هذا الرشم هادي أو هذا الطبيق هذا يكون سهلة لكم باش تنتم ان شاء الله تستفدوا واتطبقوها عندكم فكيف ما كتلكم ان شاء الله غادي نكمل بنفس الطريقة حتى انتراسي المربعات دي اللي كاملين وهنتم معي يا أخواتي حتى انتراسي المربعات دي اللي كاملين نحو؟ numerous نحو؟ نحن؟ 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 نحو؟ نحن؟ اشتركوا في القناة 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 يعني اللي دخلنا هنه قدي نحاول ونمشيو يعني في الوسط اللاع نمشيو المربع اللي احداه ايضا يعني اه سيأتي موازي لهذا الاعميدة هادو وبنسبة الاعميدة اللي قصار كيف ما كاتشوفوا قدي نحاولو نحسبو ثلاثة المربعات وتلاتة غير جيلي فهذا النقطة هدي يعني تما غدي نخل الابرة ديالي فبنسبة الكفا فهي فقط بالحسابة يعني الحساب اللي غنخلي من هالجهة هو الحساب اللي غضي نخليه من الجهة الاخرى فدائما كيف ما قلت لكم هادل كانت فاكت اعتمد فقط على الحساب واي خطأ فغضي ربما يجيب لنا اه خطأ في الجامعي يعني لا يدرنا واحد الخطأ صغير فغضي يجيب لنا اخطأ كثيرة فانتمنى اخواتي ان لكم تكونوا فهمتا الطريقة فان شاء الله غضي نعود معكم غضي ان شاء الله ندخلوا الابرة اه في النقطة الموالية او المربع الموالي والجوج الاعميدة الطاويلة كيكونوا موازيين وكذلك الاعميدة القصيرة كي يجيوا موازيين فاهم اللي كنكملو من رسم هادل الاعميدة هادو غادي نمشيو باش نطبقوا عليهم الطرز التركي فهادل الاعميدة ضروريين في الطرز لاني خدما ت تغلقنا ونخدموه غير عليهم فغضي ندخلو الابرة من نفس النقطة اللي بدينا بهم حاولو نطلعو الخيط الاول ننزلو الخيط الثاني ونطلعو الخيط الثالث وهكا يعني في البنسبة اللي غنكونوا راجعين غدا ندخلو الخيط الاسفل نحاولو ننزلو الثاني ونطلعو الثالث كذذا الطريقة يعني بحالك نختالفو مرة كنطلعو الخيط مرة كنزله بهالطريقة هدي أخواتي فإلا كان عندنا الخيط الفوق نحاولو ندخلوه من التحت بهالطريقة ولكن عندنا من الفوق نحاولو كذلك نزله من التحت يعني مرة كان طلعوه مرة كان نزله خيط ومرة كان طلعوه بهالطريقة وإحنا غاديين وكان نزله الخدمة دينا يعني نحاولو نتبتوها شوية بالإبرة أو بيدنا بهالطريقة وإحنا غاديين فالصورة إن شاء الله أخواتي غادي توضح لكم أكتر الطريقة حسن من الشرح فهنتم معي أخواتي غد نكمل أنا بنفس الطريقة يعني مرة كان طلع خيط مرة كان هبطو ومرة كان طلعو وملي كان رجع كان دير العكس يعني مرة كان طلع مرة كان هبط ومرة كان طلع فأخواتي إن شاء الله نتمنى أن هاد السورة أو هاد الفيديو هذا يكون مفيد وواضح فغد نكمل أخواتي وهنتم معي إن شاء الله شكرا فبالنسبة لهذا النوع من الطرز التركي كيف ما كتشوفو أنا خدمته على الكانكفا حيث أصلا الطرز اللي خدمته كله على الكانكفا فتقدرو أنكم تخدموه بدون كانكفا يعني ترسمو الأعميدة فقط على التوب وتولي وتخدموه عليهم فكيف ما كتشوفو وحنا كان خدموه وحنا كان حاولو نزيره شوية ماشي بزاف وإنما غير باش ما يبقاش مرخي بزاف فهو كيجي أصلا في الخدمة دياله ما كيجيش مزير بزاف وما كيجيش مرخوه بزاف فغادي نحاول نكمل هاد الأعميدة بربعة فغادي نوصل للقيمة غادي نولي نخدم غير على هاد الجوجات اللي الفوق كيف ما كتشوفو دبا غادي نحاول نخدم غير على هاد الجوج ديال الأعميدة مرة كندخل الإبرة كنطلع الخيط الأول ومرة كنطلع الخيط الثاني كيف ما كتشوفو يعني بحالة كانت ناوب وآنا غادي أخواتي حتى نكمل كذلك هاد الأعميدة نوصل الفوق وغادي ندخل الابرة ديالي ونربط الخيط وهانا كملت الوريدة ديال التوركي ديالي. وغادي نكمل اخواتي باقي الاعميدة ان شاء الله. فبنسبة الاعميدة اخواتي تقدروا انكم تخدموا كل رشمة يعني كل وريدة تخدموها ببوحدة. مثلا انا وردتكم طريقة الاعميدة. يعني ماشي ضروري انكم تخدموا الاعميدة كاملين عادتوا اللي اه تعمروا الطرز التركي. فيكفي انكم كل ما درتوا اعميدة الوحدة الوريدة. زيدوا تعمروها اعدوا زوج ديروا الاعميدة الوريدة الثانية. فمن بعد ما كان كملو اخواتي من تطبيق ديال هاد الطرز التركي كيف ما كتشوفو ذو الشكل دياله. غادي نتقلوا للنوع اخر من الطرز التركي. فنفس الطريقة نفس الخدمة غير الشكل اللي مختلف اخواتي. فبالنسبة للرشمة ديال هادة او طريقة اللي غادي نخدموا بهم هاد المربعات. فعلى حسب الزوق طبعا. فغادي نحسب انا ثلاثة المربعات من اول مربع كيف ما كتشوفو من الرأس ديال هادا. غادي نهبطو بتلاثة المربعات. تم غا ندير الاعميدة تلاتة الاولى. يعني بالنسبة لها التركي كيتخدم على ثلاثة الاعميدة. فانا اخترت ان ندير فيهم على شكل ديال المربعات الاولانيين يعني ثلاثة في ثلاثة. فانتو ماليكم الاختيار يعني نديروهم على حسب العبار اللي بغيتو. فبنسبة لهاد الاعميدة كيف ما كتشوفو غادي نحاول نكمل. كنبدو من الرأس ديال هادا نحاولو نحسبو ثلاثة ديال المربعات. وننزلو الابرة ديالنا. كيف ما كتشوفو. غنجيو المربع الموالي اللي قبلته. كذلك غندخلو الابرة ثلاثة ديال مربعات. وندخلو الابرة. فالطريقة سهلة اخواتي. وان شاء الله نتمنى انكم تستفدو وتبقو من هاد الفيديو. فغادي ندير العمود الثالث. يعني الخيط الثالث كيف ما كتشوفو. ومن نفس النقطة ما غاديش ندخلو الابرة من نفس النقطة اللي دخلناها فيه باش ما يخرش لنا الخيط. غادي نحاول نبعد كيف ما كتشوفو. هنا يا غادي ندير العمود الاول. فنفس الطريقة يعني منين ما بدينا فقط غادي يكون عندنا الحساب. غادي نعرفو الطريقة كيفاش. يعني منين ما بغينا نبدأ ونبدأو. فكيف ما كتشوفو اخير العمود غيجيني من نفس النقطة اللي خليت فيه او المربع الاول. او العمود الاول. فالطريقة هاوي هنزيد اعميدة اخرى. تنكمل نفس العدد اللي عندي. فبتنسبة لطريقة الخدمة ديال هادة الطرز هادة التوركي. فهي نفس الطريقة اللي خدمنا بها. طرز توركي السابق. غادي نحاولو ندخلو الابرة ديالنا من العمود الاول كيف ما كتشوفو من هاد الجهة هادي. نحاولو نخلي ودك الخيط الاول ونطلعو الخيط التاني كيف ما كتشوفو. ومنين كولو راجعين طلعو الخيط الاول ونزلو الخيط التاني ونطلعو الثالث كيف ما كتشوفو. بها الطريقة يعني كنت نوبو مرة كنتطلعو الخيط الاول ومرة كنتطلعو الخيط الموالي. فبنفس الطريقة اللي خدمنا بها الطرز التوركي السابق. غير بالنسبة لهاد الطرز هادة. المسافة كتكون شوية اه ضيقة. عليها نحاولو دائما نجبدو الخدمة ديالنا الفوق. كل ما خدمنا شوية نجبدو الخدمة ديالنا. ونحاولو نطلعوها الفوق حتى نكملو هاد الاعميدة كاملين ما يبقوش يبانو معنا. فغادي نكمل الاخواتي بنفس الطريقة. فهنتو ما معايا ان شاء الله. غادي نكملهم وان شاء الله نتلقوه باش نشوفو الشكل النهائي. موسيقى 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 نتمنى أن الفيديو أخوتي يكون عجبكم وتكونوا فعلا استفدتم منه وشكرا حي تبعتوني للأخير أخوتي فما تنسوش أخوتي أنكم تورتجي الفيديو مع أخواتكم صديقاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش إن شاء الله الكل يستفد معنا وأيضا تدعموني وتشجعوني بلايك أو جامل الفيديو وأيضا أخوتي ما تنسوش تعليقاتكم الجميلة والرائعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته